كابتن أسامة بكرة إن شاء الله أولى المباراة منتخبنا الوطني مصر ونجيريا إيه رأيك؟ يعني قبل ما اتكلم في مباراة مصر ونجيريا برضو هقول نقطة مهمة نخليها برضو الإقاع أولايل شوية خلي بالك السعود فرقتين من كل مجموعة واربع توالد أربع توالد من الست مجموعات عشان يبقوا 16 نعم فخلي بالك الفرق الكبيرة زي السنغال والكاميرون وبتاع صحيح هي عايزة تكسب عشان تطلع أول مجموعة وتلعب الفرق الأسهل ولكن برضو إحساسوا منه وصلين وصلين بيخلي الرتم قليل شوية بس أنا متأكد أن الرتم والإقاع بتاع الماتشات وسرعة الأداء هيزيد مع الماتشات اللي يبقى فيها حسم شوية لو حصل أنه فيه ماتش مسلا يتوقف أن حد فيهم هيصعد لما يخشوا بقى في الأدوار الثانية اللي هي بقى زهاب خروج المغلوب كل ده هيرفع النسق بتاع المباريات فدي نقطة مهمة بالنسبة لمصر ونيجيريا ما فيش شك البداية حلوة أو أنك تبتدي بمكسب يعني حاجة جميلة حتى لو أنت كده كده هتصعد لأنه زي ما بقلت لك فيه توالد كمان وإحنا معنا غينيا بساو والسودان يعني أعتقد مصر ونيجيريا بغض النظر عن نتيجة بكرة الاثنين صعدين أكيد يعني الاثنين صعدين لكن نفسيا أنت لما تكسب أول مباراة ليك وكمان بيع منتخب قوي ممكن تقابله في تصفيات كاس العالم المؤهلة لتصفيات المؤهلة لكاس العالم بيدي لك ثقة بيدي لعبتك ثقة بيدي للمدربك ثقة بيدي إحساس الفخر يعني والثقة بالنفس أنك أنت ما يجي تلعبهم تاني دي نقطة الحاجة الثانية برضو مكسبك أو على الأقل أنك أنت تتعادل ما تخسرش وتلعت أول هتلعب توالد مجموعات أخرى أو تواني فطبعا برضو غير لما تطلع تاني ممكن تواجه أول مجموعات هتبقى المستوى اللي هو القوي قوي اللي هو زي الجزاير والكاميرون والحاجات دي لو طلعت تاني فهي فيها المكسب أو التعادل فيه أكتر من ميزة زي ما قلت لك الثقة بالنفس أنك أنت تكسب الفرقة اللي هي مرشحة معك في المجموعة اللي أنت ممكن تقابلها في كاس العالم دي نقطة الحاجة التانية أنك هتفرق معك في الترتيب بتاعك ممكن تلاعب فرق أقل في المستوى بعد كده المباراة هتبقى صعبة إحنا خدنا ميزة في البطولة العربية تاين التجمع بتاع مستر كروش خلي بالك مش كل الناس خدته يعني الراجل حضر عشرين يوم مع لعبته صحيح مش مكتملين ولكن حضر عشرين يوم بطولة مجمعة وبرده كانت كل 3-4 أيام مباراة فإحساس المعسكر نفسه خده هو في البطولة العربية دي نقطة مهمة فمع إضافات بقى اللي هي زي صلاح ومرموش ورمضان وترزيجي والمجموعة بالذات التلت الأمامي ممكن نقول إحنا التلت أو النص في نص الملعب والخلفي معظمهم هم هم اللي بلعبوا هم هم اللي بلعبوا في البطولة العربية فهو كسب حاجات من البطولة العربية رغم أنه هو كان زي ما قلنا كان يعني جرب فيها كتير زيادة عن اللزوم لكن كسب أنه قدر يحس باللعبة في المعسكر وإيه اللي بيدايق ده وإيه اللي ما بيدايقش ده وإيه النظام البطولة نفسه ومشابه دي نقطة المباراة بكرة أعتقد أنها هتبقى قوية وهتبقى يعني 60% للمنتخب المصري و40% للمنتخب النيجيري بأي تشكيل أعتقد الرجل ممكن يلعب بي يعني يعني التشكيل تقريبا الخط الخلفي واضح ما فيهوش اختلاف هو اللي اختلاف هيبقى في لاعب مين اللي هيكون مكان عمر السلية بس كده مين ممكن يبقى زيزو ممكن يبقى ترزيجي يعني الأقرب يتقال أنه هو عبدالله الشناوي ممكن يبقى عبدالله بس هو يعني إمام عشور ممكن 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 على فكرة ما كله هو ممكن احتمالات كثيرة لا إنني موجود إنني وحمدي فتحي إنني وحمدي ثالث مين بقى هيلعب بأربعة اثنين ثلاثة واحد لا ممكن لعب أربعة ثلاثة ثلاثة عادي يعني ممكن يحط ترزيجي يعني يبقى النني في جنب وترزيجي في جنب وحمدي فتحي في وسطوه مدام وصلاح ورمضان ومرموش يعني أنا شايف كابتن أسامة تكلم على الميزة اللي كان خدها في البطولة العربية أنا شايف أن هي هو ما استفدش منها كويس بدليل إنه قاعد يجرب كتير وقاعد وفي الآخر مختارش حد مختارش حد منهم يعني تجربة عملها لي نفسه لكن مش للمنتخب مش هتعود على المنتخب إعادة قوية أو لي لأنه هو جرب طرق كتير الواحد لما بيجي يجرب الطرق بيبدأ خطوات علشان يوصل للخطوة الأخيرة نعم يبدأ هيعمل هنا وبعدين هيطلع بالنصق بتاعه وبعدين يشتغل على حتة إنه يعمل منتخب قوي موجود في اللعيبة بسرعة أساسية لكن طرق اللعبة متغيرة كتير قوي ودي أنا ما بحبهاش يعني إنك إنت تغير طرق اللعبة كتير تغير مو هتلعبين كثير هو طبعا عنده سلبيات عملها في البطولة بس أنا بتكلم في الإيجابية أنا فاهم أنا فاهم إنه التجميع يعني يا كابتن شكل البطولة قريب من شكل البطولة فإحساسه بالتجمع باللعيبة بالمعسكر إيه دي اللي بقولك ما أنا بقولك يا كابتن أحيانا البعد المدرب عن اللعبين أفضل يمكن أنا شايف إنه هو قربه من اللعبين بيعمله مشاكل يعني هو ما بيعرفش يتصرف فيها تصرف كويس يعني اللي أنا شايفه يعني بدليل إن إحنا دلوقتي مش عارفين طريقة اللعب يمكن الكابتن الإسلام هو بيتكلم بيقولك دلوقتي طب إحنا بقى نلعب 4-2-3-1 قلت له نلعب 4-2-3-1 نحط عبد الله ونحط مين فهو يعني مش عارف مش عارف يحط مين لأنه هو مش عارف طريقته إيه هو ده اللي أنا بقولك عليه أي منتخب في الدنيا بيبقى ليه بالذات المتخب أو مدرب المنتخب بيبقى عنده ستايله وعنده طريقة لعب المدرب المنتخب غير مدرب النادي مدرب المنتخب مش مجبر على طريقة لعب ليه؟ هو بيلعب بطريقته اللي هو عايزها لأنه عنده القمشة كبيرة عنده البلد كلها عنده كميع اللاعبين يقدر يلعب بالطريقة اللي هو الفلسفة بتاعه طريقته هو اللي بينجح فيها لكن أنا شايفه أنه ما عندهش طريقة واحدة أو بالمعنى الأصحة حتى تغييره من طرق لطرق يعني أحياناً هيلعب إزاي بكرة كابتل موضوع اللي احنا عايزين موضوع اللي أنا عايز أقولك يعني أحياناً لما بيتقرب طريقتين من بعض فيه أربعة واحد أربعة واحد ممكن تبقى أربعة ثلاثة ثلاثة لكن لما تلعب خمسة وبعدين خمسة أربعة ثلاثة ما تقدرش تحطها أربعة ثلاثة يعني بس هو بالشكل اللي أنا شايفه مع ناجيريا هو هيلعب بثلاثة دفندرات من الدفندر الثالث اللي هيلعب به ده ممكن تقول عبدالله وينزل تحتهم معاهم شوية يبقى شمال لا يعني لا هو مش هعملها كرة هو يعمل التلاتة هو يعمل يا كرة الأسامة التلاتة يبقوا اتنين وقدامهم واحد أو واحد وقدامه اتنين وراء أربعة ثلاثة هو هي على حسب يعني هو لو لعب بالتلاتة في نص الملعب اللي هيغطي الظاهر اللي هو الطرفين محمد صلاح مش هلعب طرفة أكيد لكن مستفى محمد في الوقت ده هل هتبدأ به لو بدأت بمستفى محمد انت مش تقدر تخلي محمد صلاح يعمل لك الواجب الدفاعي هتخسره في الواجب الهجوم فلازم هتحط حد بيقفل عليه من الناحية دي بس لو اتعاملت من الناحية دي يبقى تاكتيكيا في ميل شوية في الملعب لأنك انت بس ده طبيعي ده اما في ريفربول بيعمل كده خلي بالك بيحط لواحد لا هم هم يلعبوا ثلاثة في ريفربول لا بس هو هنا محمد صلاح لما بلعب في ريفربول بيرجع في الحتة دي لكن انت بتتكلم على الواجبات لا واجباته كانت بتبقى كبيرة في ريفربول محمد صلاح نحن نحي الدفاعي لأنه الكورة في الدور الإنجليزي غير البطولة الأفريقية طبعا طبعا على منتخب ناجيريا في الوقت الحالي لازم نعرف ان المنتخب الناجيري مش منتخب سهل لا لا طبعا يمكن هو ما عندوش الأسماء الكبيرة او ما عندوش الرتم العالي اللي كان بيعمله منتخب ناجيريا او قوة منتخب ناجيريا ولكن تصنيفه اول برضو احنا بنتكلم على فرقة تصنيف اول الحاجة المهمة انك انت لما تيجي تلاعب فرقة ناجيريا وتستهل بالمشوار مش لازم تخسر منه سا